يعني هو يعني جاي يتحدث عن فساد بلدية تكريت لا يمكن السيطرة عليه ويتحدث يقول الكاتب الصحفي هاتف ثنج التكريتي يفضح بلدية تكريت وبعض المتنفذين بالمحافظة وينتفض ضد الفاسدين والله ما تكلمت إلا الصحيح عاشت إيدك النزاهة أفسد ما يكون بالمحافظة وين العدالة هاي هنا عندي سؤال وين العدالة موظف النزاهة يستلم قطعة منطقة ميد دار قيمتها مية واثمانين مليون وخدمتها ما تتجاوز خمس سنوات والموظف يطلع تقاعد ما يحصل شبر بالمدينة يعني أنا هذا جاي يحكيها الموقع يعني متحياتنا لهم يعني هما جاي يحكيون بشكل عام له هاي حادثة حقيقية لا لا حقيقية وأنا أشرت إلها يعني قلت والآن يعني قدمت حتى المجلس القضاء رح أروح لأنه أي دعوة ضد البلدية لا بالنزاهة ولا بالمحكمة تمشي وهنا أيضا خلني جي كل قضاءة اللي بتكريت من عشرتين فقط ولا تكريتي أكو واحد كان من تكريت إلى نزاحه يا الله ارتاحه من يا عشيرة من يا عشيرة تحياتها لهم كلهم قضاءتنا بس من يا عشيرة ويا عشيرة لازم يلا يصير قاضي والله بس على الأخوة العزة والجبورة تعرف أنا يعني ما يصير قاضي لو عزة ولو جبوري يعني هذا نظام عشائري نظام قضائي نظام دولة شنو الآن الآن في تكريت محاكمة كلها فقط من هالثمين وهم نيش والباقيين ممنوع يصيرون له ما يريد يصيرون الباقيين ما يريد يصيرون له ممنوع يصيرون ولا يردون لاش هم ما يريدون أقول لك واحد كان من تكريت ده ما أدري شون ودوه رحل غير مكان فانزاحوا وارتاحوا أما ما للنزاهة أني ذكرتها موظف ياخد بيت بيوته لأن قياعي مميزة لي وين انطوهم للقضاءات وين ساحت الاحتفالات لفترة أسوالها 400 مليون جايين طيب نعم